هذا وقد شهد معبر رفح البري اليوم أيضاً خروج عشرات الأجانب والفلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة حيث قامت السلطات المصرية بتسهيل إنهاء إجراءات خروج الفلسطينيين حاملي الجنسية المزدوجة من معبر رفح البري وأشارت مصادر لوكالة ريترز أن نحو 500 من حاملي جوازات الصفر الأجنبية سيدخلون مصر من غزة عبر معبر رفح اليوم ويعد هذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على القطاع